بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله الله يعطيكم العافية طلاب نستكمل ان شاء الله بحصصنا التأسيس طبعا حصتنا اليوم حصة كتير مهمة بدنا نتعلم كيف نطلع مجهيل وزائد من ندخل في التحليل كمان التحليل مهم كثير حصنا ننطلق فيهم ان شاء الله ونحكي بسم الله طيب اول اشي يا طلاب شو معنى ايجاد مجهيل شو يعني حل معادلة هاي راح تشوفوها كثير في التوجيه حل معادلة طلع المجهول يعني بدنا نطلع قيمة اكس يعني فعليا هنا طالب مني نطلع قيمة اكس يعني هون اوجد امام اكس بدنا نطلع قيمة اكس مشان نطلع قيمة اكس لازم اول اشي يا طلاب بدنا نعمل كالتالي ننقل المجهيل للارقام اللي عندي هون للطرف الثاني بعكس الاشارة. يعني انا عندي بدي اطلع الاكس اللي هون. الرقم عشرة او رقم اثنين بدي اقولهم على الطرف الثاني مشان اطلع قيمة الاكس. اطلع قيمة الاكس. طبعا عملية النقل روح تكون بالعكس. يعني اول شيء مثلا العشرة هاي. بدي اقولها على الطرف الثاني. عكس الاشارة. يعني هاي موجب عكسة سالب عشرة. لطرفين المعادلة. طبعا ليش اعمل زي هيك? مشان اشطو بالعشرة. اقولها للطرف الثاني. بدي اطلع قيمة X. طب استاذ انت بلشت بالعشرة ليش ما تبلش بالاثنين. يعني انتو الارقام اللي نقولهم ليش بلشت بالعشرة ليش ما بلشت بالاثنين اول. احنا دائما بننقل العكس في الجمع والطرح. يعني بننقل اذا في اشارة الجمع في اشارة الطرح. ننقله مع الطرف الثاني. ولكن الرقم الموجود اللي بجنب الاثنين. هذا ضرب بيناتهم. فلما نيجي ننقله. بدي يكون عملية قسمة. يعني بنقسم مع اتنين. طرفين المعادلة. يعني اول اشي بننقل الرقم اللي بعيد عن الX. القصد بالسؤال او الموضوع يتبعناه ننقل الرقم اللي بعيد عن الX اللي هو العشرة. زي مثلا بهاي المعادلة مين بدي ان قل بدي ان قل الثلاثة. لان هالثلاثة هي البنيiness. لان هذه Simone نقل نقل الرقم اللي بعيد عن الX. العكس الساعة جمع الطرح. بعدين ننقل الرقم اللي موجود بجنب الX. تمام? فه 3000 cartoonين carrying around. اشرة اربعين. طبعا بدي اخلص من الاثنين فبقسم على اثنين طرفين المعادلة. طبعا ليش هون قسمة? لانه هون ضرب. فعكس عملية الضرب ايش? قسمة. فقسمت على اثنين طرفين المعادلة. فطلعت اكس تساوي اربعين تقسيم اثنين عشرين. فهيك طلعنا قيمة الاكس. يعني ايجاد المجاهيل قصد ونطلع قيمة المجهول الموجودة عندي. ونموجود المجهول الاكس. فانا نقلت الارقام للطرف الثاني مشان اطلع قيمة الاكس تبعتنا. طيب كمان مثال. هاي هنا ثلاثة زائد اثنين اكس. اول ما بغطر ببالي بدنقل عملية النقل. شو بدي يكون عملية النقل اللي عندي? عملية النقل بدها تكون غير اللون. هايك. تمام? ايها. طيب. بدنقل الثلاثة للطرف الثاني. هون. عكس الاشارة. ناقص ثلاث. ناقص ثلاث. اول رقم اللي نقلته اللي بعيد عن الاكس. اللي هو الثلاثة. ظل عندي اثنين اكس تساوي. اربع ناقص ثلاثة واحد. اربعة ناقص ثلاثة طيب اعطاني واحد. برضو بدنقل اللي اثنين اللي بجي عندي الاكس. فبقسم على اثنين طرفين المعادلة. فبتطلع اكس قيمتها واحد على اثنين. هيك طلعنا قيمة ايش? الاكس تبعتنا. طيب تمام. كمان مثال عشان يثبت هاي مثال ثاني? اول اشي. عند الرقم ستة بننقله للطرف الثاني. ناقص ستة عكس الاشارة. استاذ الستة موجب. لا. السالب هاض جاي لاثنين اكس. يعني الستة اشارتها اصلا موجب. فبدنقولها سالب. انتبهوا. انتبهوا. يعني بصير هنا اثنين اكس سالب اثنين اكس. تفرجوا اثنين اكس اشارتها سالب. يعني سالب اثنين اكس تساوي. ثمانية ناقص ستة اثنين. بده اخلص من السالب اثنين. فبقسم على السالب اثنين. فرجوا بالقسمة نفس الاشارة. سالب اثنين. تمام? يعني هنا كان قبل شوية موجب اثنين. فقسمت على اثنين. هون الاثنين سالب. فبدأ اقسم على سالب اثنين. فبتصير اكس تساوي. اثنين تقسيم اثنين واحد. وعندي سالب. فبطلع الجواب سالب واحد. تمام. في مرات بعض مسائل تجينا مجاهيل. انه بكون عندي اكثر من اكس بالسؤال زي هدول. زي هيك سؤال. بكون اكثر من اكس. فيفضل اذا اجاني بالسؤال اكثر من اكس. اروح اجمع الاكس مع بعض. يعني اجمع. اجيب الاثنين اكس. هاي. عند الاكس اللي هون. طب استاذ ليش ما نقول بالعكس. بصير. ولكن انا بفضل الاكس. نحطها قبل اشارة المساوى. لان انا اصلا بدي اطلع قيمة الاكس. فيفضل. انجمع الاثنين اكس. هاي كاملة. مشان كلها تروح. يعني اتنين اكس كلها سحبتها من هون. ونقلتها على الطرف اللي. الطرف الثاني. مشان اجمع الاكسات مباطئة. يعني صير ستة اكس ناقص اتنين اكس. طبعا تعلمنا من الحصص القبل. كيف نحسبها دول ستة ناقص اتنين اربعة اكس. وقد خطوا تربية. حكينا عنها. احنا جمعوا طرح. ستة بنطرح منه اتنين اربعة. فبصير اربعة اكس. يعني اكس جمعتهم ب اكس واحدة. تمام? فصفت اربعة اكس زائد خمسة بتنزل. تساوي اللي ضل عندي هون سالب عشرة. هسا بدي انقل الخمسة للطرف الثاني. عكس الاشارة. ناقص خمسة ناقص خمسة. صار نجل عادي زي المسائل الورا اللي فوق. القديمة. فبصفي اربعة اكس تساوي عشرة سالب. والخمسة سالب بصفي سالب خمستاش. طبعا جمعتهم سنين سالب. جمعتهم حطيت نفس الاشارة سالب. طبعا دخلص من الاربعة. بقسم على اربعة طرفين المعادلة. فبتصفي اكس تساوي خمستاش تقسيم اربعة ما بتزبط. فبتركها زي ما هي هي قيمة اكس. يعني سهل الموضوع. نقل عادي طبيعي ارقام. ولكن اللي جديد عندي انه كان اذا اجاني بالسؤال اكثر من اكس في السؤال. فبجمحهم لا اكس واحدة. مشان اقدر انقل عملية النقل الطبيعي تبعنا. مشان اطلع قيمة اكس. تعلمنا كيف نطلع مجاهيل. كيف اطلعوا قيمة اكس. وهي نقطة مهمة كثير. كيف نطلع مجهول اللي هو قيمة اكس. كثير راح يمر معنا. تمام? في المسائل. طيب. بدنا نتعلم كمان شغلة مهمة كثير كثير كثير. اللي هو التحليل. هذا اهم موضوع في الموضوع للوزارة. او الاساسيات. كيف بدنا نعمل تحليل للمسائل كثير راح يمر معنا. طيب ايش التحليل? التحليل في الرياضيات بيكون عندي اكثر من مقدار. بقدر اعمل له عملية تحليل. والتحليل عندي اكثر من نوع. اول نوع بده بلش فيه معاك وانه يكون فرق ما بين مربعين. فرق ما بين مربعين. هذا كيف بدي اميزه? بكون اكس تربيع ناقص عدد. يعني زي هيك سواء. اتفرجوا اكس تربيع ناقص خمسة وعشرين. اكس تربيع ناقص ستة وعشرين. يعني الفرق ما بين مربعين بلاقي اكس تربيع ناقص رقم. طبعا اكس تربيع زائد رقم. اكس تربيع زائد عدد لا يحلل. هاي لا تنسوها. هاي احفروها بعقلكو. اكس تربيع زائد عدد بقدرش يحلل. اما اكس تربيع ناقص عدد بقدر احلل السؤال. يعني تفرجوا هاي اكس تربيع ناقص خمسة وعشرين بقدر احللها. طيب استاذ اكس تربيع زائد خمسة وعشرين بقدر احللها. هاي لا تحلل. اذا هاي لا تحلل. ولكن الفرق ما بين مربعين. من اسمها فرق يعني طرح. طرح ما بين مربعين يعني اكس تربيع. مع العدد بدي اعملي لهم عملية شو? تحليل. طيب كيف اعملية عملية التحليل بتصير هون? لازم افتح قوسين. شوفوا انا هاي بدي اعطيكو هيك شفرة. مش هننشتغل عليها لكل المسائل. بحط اكس و اكس. تمام? بحط الاشارة مرة موجب مرة سالب. دايما هذا الحكي دايما. يعني انا اكس تربيع. هاي الاكس تربيع. حللت الاكس واحدة هون اكس واحدة. مرة موجب مرة سالب. طب استاذ لو بدلت حطيت السالب هون والموجب هون بفرق معي بالحل. لا ما بفرق. يعني لاحظوا انا قاعد بجاوبكم على اسئلتكم اللي ببالكم. فانتوا مرة موجب مرة سالب. ما بفرق مين نحط الاول الموجب نحط السالب ما بفرق. والعدد هسه برضو بحلله. بخض له جذر لهذا العدد. انتبه جذر. انتبهوا يا طلاب. جذر للعدد. يعني العدد هاد كشان احلله بخضله جذر على طرفين المعادلة. لا الاولى ولا الثاني. طيب. خلنو اخذ مثال. هاي مثال. هيك هدا اكس تربيع ناقص عدد. هدا مربعين كيف ميزته. لقيت اكس تربيع ناقص رقم. طيب كيف بدي احلله. بدي افتح قوسين. احط اكس واكس مرة موجب. ومرة سالب. هدا ثابت. يعني الاكس تربيع اتحللت اكس واكس. مرة موجب مرة سالب. الخمس وعشرين. بدي احللها. بدي اخذلها جذر. جذر لخمس وعشرين. طبعا جذر الخمس وعشرين من الحصص التأسيس. من بدايات التأسيس. عددين زي بعض يطيني. خمس وعشرين اللي هو الخمسة. فجذر الخمس وعشرين خمسة. فابده حط هنا خمسة لطرفين المعادلة. خمسة وخمسة. فهي هنا خمسة هنا خمسة. هيك عملنا تحليل للخمسة وعشرين. اذا. الاكس تربية. نعيدها كمان مرة. تحللت لا اكس واكس. الخمسة وعشرين تحللت لخمسة وخمسة. تمام? مرة موجبة. مرة سالبة. سهل كثير الفرق ما بين مربعين. طبعا راح تمر معنا في التوجيه كثير. عشان هيك هاي نقطة مهمة. طيب. كمان واحدة. هاي اكس تربية ناقص عدد ستة عشر. هاي هون نفتح قوسين. هاي بنحط اكس واكس. مرة موجبة ومرة سالبة. السطعش بنحللها اربعة واربعة. جذر السطعش اربعة لانه اربعة باربعة سطعش. لازم الرقمين اللي نحطهم هون زي بعض. يعني اربعة باربعة سطعش. خمسة بخمسة خمسة وعشرين. تمام? مش تقول والله السطعش افكر ثمانية باثنين. لا. هذا مش جذر السطعش. جذر السطعش اربعة. فشان هيك اربعة باربعة. وليس ثمانية باثنين مثلا. فانتبهوا الرقمين لازم يكونوا زي بعض. طيب استاذ لو اجاني العكس. كيف العكس. يعني رقم بعدين اكس تربيع. عادي نفس الحل. ما بفرق اشي. هضا مربعين. زي زي اللي فوق. ولكن جاي معكوس. اجاني العدد اول بعدين الاكس. فبنزل التسعة. بحللها ثلاثة وثلاثة. لانه جذر التسعة. شو جذر التسعة ثلاثة. ثلاثة وثلاثة. مرة موجب. مرة سالب. والاكس تربيع. بحللها لاكس واكس. سهل كثير كثير يا طلاب. يعني اجاني اوش العدد. فبخط العدد. تمام. اجاني اوش الاكس. بحط الاكس. يعني البيجيني اول بحللو بالقص اول. فانتبهوا. انتبهوا. لو عكس بالسؤال. حط عدد بعدين اكس. لازم تحطوا العدد. بعدين ايش? الاكس. ان شاء الله تمام. سهلة. اول حالة. من حالات التحليل. فرق ما بين مربعين. بسيط كثير كثير. وسهل. هسا بدنا ناخذ حالة ثانية. بين حالات التحليل. وبرضو مهمة. اللي هي فرق او مجموع. مكعبين. طبعا يعني هسا هون ناخد تكعيب. التكعيب. مشان ننميزه. لازم تكون اكس تكعيب وعدد. يعني لازم يكون اكس تكعيب. وموجود عدد معه بالسؤال. هيك بنعرف انه هده مكعبين. لحظوا بالمكعبين فرق او مجموع. يعني بزبط السالب وبزبط الموجب. اه بالمربعين فوق بس سالب. تمام? المربعين الاكس تربية بس سالب. التكعيب. مشان يعني بزبط معانا بالتحليل باخذ السالب وباخذ الموجب. فانا هون مثلا اكس تكعيب ناقص سبع وعشرين. هاي بدي احللها. هاي يا طلاب. مدام اكس تكعيب ناقص سبع وعشرين فهي تحليلها. بفتح قوس صغير وقوس كبير. نفتح قوس صغير وقوس كبير. شوفوا كيف النظام اختلف. المربعين قوسين عادي. المكعبين قوس صغير وايش قوس كبير. بحط اول ايش ال اكس. تمام? وبعدين السبع وعشرين باخذ لها جذر. طبعا بس جذر ثالث وليس جذر عادي. لانه هذا تكعيبي. مدام تكعيبي بناخذ له ايش? الجذر الثالث. الجذر الثالث للسبع وعشرين باطيني ثلاثة. طبعا برضو هذا تعلمناه في الفدايات اللي دروس. يعني الثلاث ارقام اضربهم مع بعض يعطيني السبع وعشرين اللي هو الثلاثة. ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة سبع وعشرين. اذا السبع وعشرين تحللت لثلاثة. الاكس تكعيب تحللت هون اكس واحدة. تمام? طيب في القوس اللي كبير مشان بس مشان تربطوا الارقام مع بعض. القوس اللي كبير بده اللي كبير. يعني بكون اكس تربيع. اه يعني هاي الاكس تكعيب ايش تحللت? القوس اللي صغير اخذت اكس والقوس اللي كبير اخذت اكس تربية. يعني هنا اكس واكس تربية فشان هيكصروا اكس تكعيب. فيعن موضوع بسيط. الاكس تكعيب ثلاثة واحدة هنا اللي صغيرة واللي كبيرة بنحط لها الكبير اللي هو التربية. السبع وعشرين اتحلل هنا ثلاثة هنا الربع بعطيني تسعة. اه يعني السبع وعشرين اتحلل لثلاثة وتسعة. تمام؟ اللي صغير بالقوس اللي صغير والكبير بالقوس اللي كبير يعني الاكس بنعمل لها تربيع فبصير اكس تربيع الثلاثة بنعمل لها تربيع بشو بتصير تسعة طيب بالنص بعمل خلطة صغيرة هيكة الاكس مع الثلاث بتصير ثلاثة اكس اذكروا بالنص مخلوطة تمام؟ مخلوطة سوبر فكسترا نخلط الاكس مع الثلاثة بشو بتصير ثلاثة اكس طيب حسة هون الاكس عملنا لها تربيع والثلاثة. عملت لها تربية تسعة بالنص. خلطت الاكس مع الثلاثة صارت ثلاثة اكس. الاشارات. هون دائما دائما نفس الاشارة. هينميز لكم اياها هون. هون نفس الاشارة تبعت السؤال. شو اللي اشارة السؤال سالب. فهون نفس. هيدا سجلها بشان ما تنسوها. نفس الاشارة سالب. هون عكس الاشارة. هون عكس الاشارة. آه يعني اذا كانت هون سالب بنزل هون موجب. طيب اذا كانت هون موجب شو بنزل هون سالب عكس الاشارة. هون دائما موجب. دائما دائما شو موجب. بكل الاشارات دائما ايش موجب. طيب تمام. خلينا نأخذ كمان مثال انثبته بعقلنا بالتحليل. هاي واحدة ثاني. اكس تربية. تمام. انا هون. طيب. هين مسحاي. طيب. هون عبارة تربيعية. هون العبارة تربيعية يا طلاب. كيف نظامها. بيكون عندي ثلاثة حدود. ثلاثة حدود. يعني اكس تربية. تمام. و اكس وعدد. في عندي هون. اكس تربية. وهي اكس. وهي عدد. ثلاثة حدود. نظامها كالتالي. بفتح قوسين. قلينا نعدل هون. طيب. يلا. طيب. نفتح قوسين. منحط اكس و اكس. ليش هاي هيك ها. خلاص. منحط هون اكس و اكس. اول خطوة. افتحوا لي قوسين. حطوا اكس و اكس. تمام. الاشارة الاولى. بتنزل على القوس الاول. سهلة. يعني هون موجب بنزل موجب. يعني القوس الاول باخذ اول اشارة. اللي هي الاشارة الموجودة قدامي. طيب. الاشارة الثاني. عبارة عن ضرب الاشارتين. ضرب. يعني هنا موجب. هنا موجب. بدو ينزل نفسه موجب. مش تحطه سالب موجب بموجب سالب. لا اذا كانوا بشبهوا بعض. تمام. نحط هون موجب. تمام. اذا بختلفوا عن بعض. شو بنا نحط. اشارة سالب. طيب. هنا تمام. هنا مثلا. سالب سالب بيشبهوا بعض فمنحط موجب. اه معناته بننتبه مش دائما مرة سالب مرة موجب. اتفرجوا هون سالب موجب. اتفرجوا هون موجب موجب. فيعني دائما التحليل العبارة تربيعية. الاشارة الاولى تيجي للقوس الاول. وضرب الاشارتين ما بعض بيجي للقوس ايش? الثاني. طيب بعدين بفكر بعددين ضربهم هذا الرقم اللي هون. يعني انا بدي عددين ضربهم تمام. مثلا عندي ضربهم ستة. ضرب. اعطوني عددين ضربهم ستة اللي هم في عندي ثلاثة في اثنين. مثلا ثلاثة ضرب اثنين. بعطيني ستة. او عندي ستة ضرب الواحد. بعطيني برضو ستة. طيب. ولكن انا بختار الرقمين اللي ييجي هدول. داختارهم. يعطيني حاصل. جمعهم. جمعهم الرقم البالنص اللي هو الخمسة. طيب ليش حاصل جمع؟ لانه الاشارات متشابهة فبدأ اجمعهم ما بعض. تمام. مين هم العددين اللي بزبط اني اجمعهم يعطيني خمسة اللي هم الثلاثة واثنين. الثلاثة زائد اثنين. بعطيني مجموحهم كم؟ خمسة. فاذا انا بختار الثلاثة وبختار الاثنين. ما بختار الستة والواحد. دائما العدد اللي كبير في القوس الاول. والعدد اللي الصغير في القوس الثاني. تمام. كمان مرة نثبتها. اول شي بفتح قوسين. بحط اكس واكس. الاشارات. الاشارة الاولى بتنزل للقوس الاول. الاشارة ضرب الاشارتين موجب مع موجب بعطيني للقوس الثاني. بفكر بعددين حاصل ضربهم الرقم الموجود بالاخير اللي هو الستة. عددين حاصل ضربهم ستة اللي هم ثلاثة في اثنين. ثلاثة في اثنين بعطيني ستة. هاي العدد اللي كبير في القوس الاول. الاصغير في القوس الثاني. يتأكدوا. لازم يكون مجموح هذول الرقمين يعطيني البن نص. اللي هو ثلاثة زائد اثنين. شو بعطيني البن نص. اللي هو الرقم خمسة. هاي العبارة تربعية مهم يا طلاب. مهمة كثيرة رح تمر معنا. طيب هاي هون كمان واحدة. هاي بدي عددين حاصل ضربهم اطناعش. عددين حاصل ضربهم اطناعش. فيه اربعة بثلاث. فيه ستة في اثنين. تمام? فيه اطناعش بواحد. يعني عدة ارقام بعطيني ضربهم اطناعش. ولكن الرقمين اللي بتختارهم لازم حاصل طرح. وليس جميع مختلفين تفرجوا سالب موجب. حاصل طرح. العدد البنص. طب ايش في عددهم بالنص? اللي هو واحد. باعتبار الاكس معاها واحد. فحاصل طرح الرقمين يعطيني واحد. اللي بزبط الاربعة وثلاث. هذولا بزبطوش. الاربعة بثلاث ضربهم اطناعش. ولو نطرح الاربعة من الثلاث شو بعطينا الرقم واحد? فاذن العددين اللي بزبطوا الاربعة والثلاث. دائما الرقم اللي كبير في القوس الاول والرقم اللي صغير في القوس الثاني. اتوقع ثبتت صارت امورها مية بالمية. هي كمان واحدة تحليل عبارة اربعية. افتحوا قوسين. نحط اكس واكس. الاشارة الاولى بتنزل سالب. نضرب الاشارتين سالب في موجب. بعطيني ايش? سالب. تمام? هسا بدي عددين ضربهم ثمانية. اللي هو اربعة في اثنين. بعطيني ثمانية. تمام? هون الاشارة يا طلاب. زائد. زائد. وليس سالب. زائد. تمام? هاي هون الاشارة الاولى زائد. زائد في موجب. موجب في موجب. بعطيني موجب. تمام? عشان ما تتخربطوا. بدي عددين ضربهم. يعطيني الرقم ثمانية. اللي هو اربعة في اثنين. او حاصل جمحهم. تمام? غير ثمانية اه هنا اربعة. ستة. نعم. هون ستة. يعني هون ستة. نعم. يعني هيك المعادلة عشان ما تتخربطوا. اكس تربية زائد ستة اكس زائد ثمانية. هاتق نعيد تحليلها مرة ثانية. هاي قوسين. هاي اكس. وهي اكس. الاشارة الاولى موجب. هاي هون موجب. موجب مع الموجب. بعطيني موجب. اعطوني عددين. حاصل ضربهم الرقم ثمانية. عددين حاصل ضربهم ثمانية اللي هم الاربعة في اثنين. بعطيني ثمانية. ولو نجمع الرقمين اربعة زائد اثنين. شو بعطيني? ستة. فالرقمين اللي هم الاربعة والاثنين. برضو اللي كبير في القوس الاول. والصغير في القوس الثاني. حلوة. هيك اتوقع فيمنا بس برات اللي عبارة تربيعية بيكون في عندي عدد بجنب الاكس تربيع. يعني الاكس تربيع بيجيب جنبها الرقم. فاحنا يفضل اننا نخلص منه. طيب كيف دخلص منه اعطيكو فيه عدة طرق للتحليل الها هاي. تعطيكو طريقة جميلة وحلوة وبسيطة. سهل كتير. امسكوا هذا الرقم اضربوه هون عشان تخلصوا منه. تمام? يعني بصير اكس تربيع زائد خمسة اكس ناقص اتنين ضرب سبعة ارباطاش. يعني مش هناخلص من هضا الاتنين. بسحبوا عندي السبعة بصير ارباطاش. بفتح قوسين. بحط اكس واكس. الاشارة الاولى هون زائد وهون موجب مع سالب. شو بعطيني سالب. عددين حاصل ضربهم ارباطاش اللي هم السبعة ضرب اتنين. السبعة نضربها باتنين بعطيني ارباطاش. طبعا لو طرحت السبعة ما اتنين شو بعطيني? خمسة. تمام? طرح. للمرة موجب مرة سالب طرح. بحط الكبير بالقوس الاول ولا صغير بالقوس الثاني. جميل. هيك مية مية. اقدرنا نحلل. طيب. ولكن العدد ها اللي هو الاثنين بروح بقسمه على رقمين المعادلة. عن هو واحد الاثنين هاض. ليش طيب? هو فيه صار فيه اثنين معليبار تربيه. يعني كيف دخلص منه بروح تقسمه على رقمين المعادلة. اللي بزبط يقسم زي هاض. اثنين تقسيم اثنين بزبط يقسم بقسمه. اللي ما بزبط يقسم يعني سبعة تقسيم اثنين ما بتزبط. بنزلوا بجنب الاكس. يعني هذا لا توجعوا مخكو في الاثنين. نزلوا بجنب الاكس. يعني بصير كالتالي. بتصير القوس الاول اثنين اكس زائد سبعة. تمام? يعني هاي الاكس جبنا الاثنين بجنبها. فصارت اثنين اكس زائد سبعة. القوس الثاني بخط اكس ناقص كم? واحد. ليش? لانه اثنين تقسيم اثنين. شو بعطيني? واحد. فاذن هاي تحليل العبارة التربيعية لما يكون معها الاكس تربية شو ما لها? الرقم. تمام? طيب كمان واحدة مثلا مشان تثبت اكثر. هاي عبارة تربيعية. تمام? الاكس تكعيب معها الاكس تربية معها ثلاثة. تعالوا خلو نضربها مع الخمسة هون نخلص منها. اكس تربيعي بتنزل ناقص ثماني اكس بتنزل ثلاثة في خمسة خمسطاش. طبعا. يعني اول خطوة امسكوا الرقم اضربوه لحد الاخير. ثلاثة في خمسة خمسطاش. زي هو انا اللي اتنين ضربتو بالسبعة وطانية اربعة عشر. هون ثلاثة يضربوه بخمسة بعطيني خمسطاش. تمام. بعدين افتحوا قوسين نحللوا عادي هاي اكس هاي اكس. الاشارة الاولى سالب سالب في موجب سالب. اعطوني عددين حاصل ضربهم خمسطاش اللي هو الخمسة بثلاث. الخمسة في القوس الاول والثلاث في القوس الثاني. لانه لما نجمعهم الخمسة والثلاث. شو بعطينا الرقم اللي بالنص اللي هو ايش? الثمانية. الخمسة والثلاث. بمسك الرقم ثلاث. بقسمه على هون وعلى هون. على القوسين. زي ما عملت اللي اتنين هاي قسمتها اتنين هون واتنين هون. هون الثلاثة هاي بقسمها على الاولى وعلى الثانية. اللي بتزبط تقسم بقسمها. اني ثلاث تقسيم ثلاث واحد. اللي ما بتزبط تقسم بس هبها بجنب الاكس. ما يعني ما تقسم وما تغلبو حق وخطوها بجنب الاكس. بس. يعني بتصير ثلاثة اكس ناقص خمسة. هذا القوس الاول. والقوس الثاني اكس ناقص واحد. هيك عملنا تحليل العبارة التربيعية. تمام. طيب شو في عندي كمان مسائل في عندي نتعلم كيف كمان نطلع عامل مشترك. وهي نقطة مهمة. عامل المشترك برضه وهذا كثير رح يمر معنا. ممكن يجيني عامل مشترك. يجيني ارقام. نسحب الرقم الموجود عامل مشترك. هاي اول حالة من حالات المشترك. يكون عندي اكس. القوة تبعتها واحد. يعني هاي مثلا زي هاي. هاي الاكس. القوة شو تبعتها واحد. ممكن نسحب الرقم عامل مشترك. اللي جاي مع الاكس. يعني هذا الرقم اللي هو اتنين. اللي بيجي مع الاكس. فبصير اتنين. نفتح قوس. هذا اللي اتنين اسمه مشترك. هذا يا طلاب مشترك من الاولى ومن الثاني يعني الاثنين هاي بسحبها من الاول ومن الثاني مشتركة من الرقمين تمام فبطلع الرقم برا عامل مشترك من الاثنين طيب بطلع من هادا من هون الاثنين فبضل اكس زائد هون لما نطلع منها اثنين يعني قصدنا بنقسم على اثنين يعني انا الثمانية بدي اطلع منها اثنين يعني قصدي بدي اقسم على اثنين طيب ثمانية تقسيم اثنين بعطيني اربعة فيعني تحليل هاي انه الاتنين طلعتها بره عامل مشترك قسمتها من الاولى من الاتنين ضلت الاكس ثمانية قسمت منها اتنين ضلت اربعة هاد الاتنين البره اسمه مشترك للمعادلة الاولى اولى الثاني طيب ممكن اطلع ارقام عامل مشترك كمان زي هاي دايما طلعوا الرقم اللي بجنب الاكس الاكس محو ثلاثة فبطلع ثلاثة بره عامل مشترك. تعالوا نقسم على ثلاث. يعني هون نقسم على ثلاث. هون بصف اثنين. ناقص. نفس الاشارة الموجودة هون. اقسم الثلاث. اصحبوا الثلاث. بظلة ايش? الاكس. فصفة جواب اثنين ناقص اكس. هذا تركي لكم اياها. واجب تحلولي هاي. زي هاي بالضبط. اصحبوا الاربعة الاربعة. عامل مشترك نفس النظام. طيب. تعالوا نحل. او فكرة ثانية من تحليل لما يكون الحالة الثانية لما يكون عندي اكس عليها قوة زي تربية تكعيب اكس هون هون اكس. يعني يكون اكثر من اكس موجود في السؤال. يكون اكثر من اكس موجود في السؤال. وبنقدر نسحب ال اكس عامل مشترك. اعطوني امثلة هاي المثال. عندي هون بالسؤال اكس تربية خمسة اكس واكس تربية. تعالوا نطلع اكس برة عامل مشترك. نسحب من هون اكس بظل خمسة. نسحب من هنا X بظل X واحدة هاي X اسمها مشترك نسحبها من الأولى من الثاني يعني هنا X نسحبها بظل الرقم خمسة هنا X تربية عندي ثنتين X نسحب منها واحدة بظل إيش X واحدة فإذا X عامل مشترك نسحب X من الطرف الأول ومن الطرف الثاني متى لما يكون في عندي أكثر من X بقدر أسحب X عامل مشترك طيب اتفرجوا هاي عندي أكثر من X في السؤال نسحب X بره عامل مشترك نسحب X من الأولى نسحب X من الثاني تعالوا اسحبوا من هون X بظل X واحدة السبب هاي تربيع تربيع ثنتين طلعوا X واحدة بظل X ناقص اسحبوا من هون X ما ظل ولا إشي إذن هنا ضلت القيمتها واحد طيب تعالوا هون هون X تكعيب وX تربيع في ثنتين X نطلع X عامل مشترك دايما لما تيجوا تسحبوا بره X تسحبوا الأقل درجة هاي سجلتهم شاء ما تنسوها يعني أنا عندي هون ثلاث عندي هون ثنتين طلعنا ثنتين يعني طلعنا X تربيع بره عامل مشترك يعني طلعت X تربيع اللي هو X ثنتين من هون وثنتين من هون تعالوا Spain طلعوا من هون ثنتين بظل X واحدة لأنه هاي X ثلاثة تمام X ثلاثة طلعوا ثنتين بظل X واحدة زائد اسحبوا من هون X تربيع بظل ستة. فهون ضلت هاي ستة. تمام. هاي كمان واحدة. هاي بظل اكس تربيع. عام المشترك. نسحب من هون تربيع. بظل ولا اشي. بظل هون. لان قمنا منها تربيع. فظلت اعتبرنا ظل واحد. ناقص. اسحبوا من هون تربيع. هاي ثلاثة. اسحبوا تربيع. بظل افوا. بظل اكس. بظل هون اكس واحدة. هون بظل اكس. تمام. هون. هاي اكس. هيك طلعنا اكس تربيع عام المشترك. هيك خلصتنا عمليات التحليل كاملة. وهيك انهيت لكم التأسيس كاملا. آآ اللي قبل انطلاقنا في مادة التوجيه. انا حبيت اسسكم بهيك شغلات بما تخصنا في مادة التوجيه. طبعا التأسيس في رياضيات كبير. ما بخلص. ولكن انا حبيت وارتقيت واشتغلت على موضوع اني احلل او اعطي اشارات. اعلمكم جذور. اعلمكم توحيد مقامات كسور. هيك غطيناك ومعظم التحليل او معظم التأسيس عفوا. الخاص لمادة التوجيه. طبعا احنا هيك انهينا وانطلاقتنا الان جاهزة. طبعا اي طالب بقدر يبلش او يدخل في مادة التوجيه بس يخلص هذا التأسيس. لا تنسوا هذا رقمي للتواصل للقربات انشان ندخلكو. واحنا نبلش في مادتنا مادة التوجيه. ان شاء الله في الحصة القادمة. رح نبلش في مادة التوجيه مع بعض. قبل ما تدخلوا في مادة التوجيه لازم نكون اموركم مية بالمية هون في التأسيس. ان شاء الله التقوا ونلتقي معاكم في الحصة القادمة. اللي هي حصة مادة التوجيه الرسمية باذن الله تعالى. ويعطيكو ألف ألف عافية رب.